هي بيان من الإخواننا في قضية دخول المجلس بيان تضامني بيان مشترك بيننا مو فقط التكتل الشعبي عندنا جمعان عندنا مبارك الوعلان عندنا محمد ابليهيس عندنا مشعل لذايدي ما هم من التكتل الشعبي هو بيان مشترك لا لا هو موجهة نظرنا الآن احنا قلنا وجهة نظرنا في البيان الأول والثاني خارج البلاد وهذا البيان توافق مع وجهة نظرنا في تركيا ومستمرين حتى لا يحسب البعض أنه قلنا وجهة نظرنا في العفو أو الأولويات خارج الكويت وحين صدر عفو صكرنا الباب على أنفسنا وقلنا مع السلام للأولويات مع السلام للإصلاح لا هذا بالعكس هذا البيان اعتبره بيان تجديد لنشاطنا تجديد مبادئنا تجديد الإيمان الراسخ لكل ما نطلبه لبناء الكويت وهو تجديد العهد في أرض الكويت والقادم إن شاء الله أكبر مفترض أنه خلال الأسبوع القادم لكن عدم تحديد الموعد أو عدم يعني يكون موعد واضح هو التنسيق مع الأخوة الواحدة الثلاثين حتى لا يقول أحد أنه ما نسقه وياي حتى لا يقول أحد أنه كان عندي التزامات وهذا حقهم ومفترض أنه ننسقوا إياهم ومفترض أنه يصير اليوم توافقي بيننا كلنا عشان تجتمع الكلمة وإذا كان هي مسألة اجتماع والله كان يعني نقدر نسوي اجتماع في أي وقت لكن نحن حريصين جدا على الجميع حريصين على توحد الصفوف لخدمة المواطن وكذلك الواحدة الثلاثين هم كذلك حريصين على هذه المسألة لأنهم عاهدوا النواب عاهدوا آسف الشعب في 5-12 وقت الانتخابات في الوثيقة التي صدرت منها العفو الشامل منها الأولويات كذلك فإحنا خل نرجع إلى الإنجاز خل نرجع إلى الأهداف ونترك الأمور الجانبية الهامشية حط فلان شيء فأنا رح يبني بنت فإن شاء الله القادة مجمل إذا كنا نوايا صادقة شكرا